الخطر الإيراني على المنطقة العربية شواهد وأثر قضية تناولت ندوة عقدتها هيئة علماء المسلمين في العراق ورابطة العلماء السوريين والمجلس الإسلامي السوري ورابطة علماء أريتيريا لتسليط الضوء على المشروع التخريبي الإيراني الذي عبث بأمن المنطقة وشكل أكبر تحدي لها وإيران اليوم تعمل بقوة على زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الخراب والدمار في المنطقة للسيطرة عليها لأنها تعتاش على الفوضى وتتمدد من خلالها وما نره اليوم من تغول إيران ومميليشياتها وأذرعها في الدول الإسلامية والعربية هو امتداد للمشروع الصفوي الدموي الذي ينشر الأفكار الهدامة بلباس حب آل البيت رضي الله عنه والحديث عن خطر المشروع الإيراني يعد من ضرورة الوقت حتى لا ينخدع المستغفلون من الأمة بالأكاذيب بأكاذيب إيران وكلامها المعسول ابتداء بالعراق مرورا بسوريا وهنا يركز النظام الإيراني على تتويج مشروعه لاعتبارات تتعلق بالجغرافيا السياسية وأهمية منطقة الشرق الأوسط للمشروع الإيراني بما يخدم بالنهاية المشروع الصهيوني إيران مزقت سوريا قتلت أكثر من مليون وهجرت ملايين السوريين فبالتالي أسهمت في خلخلة هذا البلد المجاور لفلسطين وهذه أكبر خدمة يمكن أن تقدم لما يسمى إسرائيل قامت بها إيران إضافة إلى أنها تتعايش معها هذه دولة نبوءة أو هذه دولة نبوءة أخرى ونبه الباحثون إلى أسباب اهتمام إيران بتصدير مشروعها في القارة الإفريقية وخصوصا في القرن الإفريقي مؤكدين أن لها خطة خبيثة لمحاصرة دول الخليج من كل جانب والتحكم بالممرات المائية إيران تستخدم المنح الدراسي بناء المدارس بناء المستشفيات دخلت جزر القمر فأنشأت مدارس أنشأت مستشفيات أعطت منها دراسية فهذه هي القوى الناعمة التي من خلالها تتحرك إيران وهي القوى الناعمة الرئيسية وبعد فشل مشروعها الناعم في نشر فكرها بين المسلمين باسم دعوات التقريب لجأت إلى حيلة التقريب السياسي مستغلة حالة الاستقطاب فيما يتعلق بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الذين يحاولون الآن إعادة تسويق إيران من جديد سياسيا ويتقاربون معها أو يحاولون تقريبها مرة أخرى إلى الأمة لكي تمارس دجلها السياسي هؤلاء في الحقيقة يعني يحاولون عبثا ويطلبون عبثا لأن المسألة الآن لم تعد كما كانت في السابق اليوم إيران أصبحت مفضوحة بمشروعها التوسعي بمحاولاتها قضم أطراف الأمة ويضعافها في مواجهة أعدائها وختم الباحثون بالتأكيد على أن خطر المشروع الإيراني لا يقل خطرا عن مشروع الكيان الصهيوني وبدون أن تكون هناك معرفة عميقة بهذا الخطر والتصدي له فإنه ماض في تدمير المنطقة وتفكيكها مجيد الخمير هذه المرة ترجمة نانسي قنقر